تسلمت مصر رسمياً الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من دولة المغرب ولمدة عامين حيث تتولى مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي واستضفت القاهرة أعمال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في دورته الحادية والعشرين بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري شملت فعليات اجتماع اللجنة عدداً من الجلسات للدول الأعضاء التي تتناول العديد من الموضوعات ذات الأهمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وعلى رأسها التحديات التي تواجه جهود مكافحة الإرهاب في القرى الإفريقية فضلاً عن استعراض أهداف وخطة عمل الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى ونشط مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عنه وخططها خلال الفترة المقبلة